مرحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر بناء المجتمع بشكل سليم بيقوم على أسس دايما بنتكلم فيها على الفرد الفرد علشان ينشأ بشكل سليم لازم يتربى في أسرة متوازنة من النواحي الاجتماعية المختلفة وأيضا الدينية وكمان بيتعامل في مؤسسات التنشئة سواء مدارس سواء البيت الأب والأم ودور العبادة المختلفة ودخل عليها كمان على الخط الحقيقة السوشال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي واللي أصبحت شريك أساسي في التربية وفي التنشئة والمواد الكتيرة اللي بتعرض لها الطفل في سن مبكر أو حتى الشباب إزاي أقدر أحقق المعدلة؟ إن أنا أوازن بين الانفتاح ومتطلبات العصر وكمان أحافظ على عاداتي وعلى تقاليدي وعلى قيمي الشرقية والدينية وفي نفس الوقت أعمل مجتمع سليم من كافة النواحي الولاد والبنات ما بنخصش حد في التربية لكن هي بتكون بشكل متكامل صحيحة يبقى فعلا إزاي نبني أسرة متماسكة من الناحية الدينية إزاي نربي أولادنا على الدين وإزاي نبني هذه الأسرة من غير بقى ما يكون في قيود على أولادنا أو يحسوا أنهم متكتفين بقيود كتير كل هذه التفاصيل هنتكلم فيها دلوقتي مع ضفنا اللي بنوارنا فيه للستوديو دكتور حازم مبروك الباحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف صباح الخير عليك فانا صباح الفل يا أهلا بيك دكتور أهلا بيك في البداية إيه الخطوات اللي لازم نتبعها لبناء أسرة متماسكة دينيا وزي ما كنا بنتكلم من غير ما يكون فيه قيود أو تشديد على الأطفال جميل بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة الشق الأول والمهم أن أعرف أن فكرة الزواج نفسها لها حكم هذا الحكم يختلف من إنسان لإنسان أحيانا يكون الزواج واجبا وأحيانا يكون مندوبا وأحيانا يكون حراما يعني إيه واحد لا طاقة له بأن يعيش لوحده لازم يتجوز وعنده الباقة كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباقة فليتزوج النحاة يسموا اللام دي لام الأمر يعني لازم طيب الأمر الثاني أنه الإمام مالك يقول وهو بالكلم عن العدل يقول ومن لم يستطع العدل مع اثنتين فزواجوه بالثانية حرام وبعني يقول ومن لم يستطع العدل مع واحدة فزواجوه أصلا حرام يعني إيه ما يستطعش العدل مع واحدة ما يدرش يصف عليه أو يعيشه في مستواها اللي هو واخدها منه ما عندوش يوفي بالتزاماته كزوج نعم يوفي بالتزاماته كزوج إذا لم يستطع هذا في الزواج بالنسبة إليه ليس هو حرام لأنه من الظلم طيب استطاع وتوفرة العوامل هو حر طيب إذا كان الزواج ليس واجبا خلاص وهو على قدر الاستطاع وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن آياته في الكون في الآية المحفوظة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أبلها يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورح لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا يتقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لا آيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتراؤكم من فضله إن في ذلك لا آيات للقوم يسمعون ومن آياته يُغيكم البرق ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إذن الزواج حين يوضع بين هذه الآيات بيقول لك أن الزواج آية زي خلق السماوات والأرض ما هو آية زي خلقك ما هو آية زي اختلاف الألسنة والأرض زي يوم الإيامة ما هو آية إذن لما يكون الجواز ليس واجبا ولما يكون الجواز لما تتجوز بآية زي السماوات والأرض يبقى لابد أن تعرف قدسية ما أنت مقبل عليه طيب ده منهج موجود في القرآن الكريم وفي الأديان كلها لكن فكرة التنشئة نفسها أنا عايزة أبدأ من الصفر أنا معي طفل صغير أو طفلة صغيرة وسن مبكر وعايزة أحط فيهم قيم يطلعوا بيه عشان يوصلوا للمرحلة دي صحيح أعمل إيه؟ يقولوا من زمان وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه الطفل إذا لم تتعهده من البداية من نعومة أظفاره بالتربية والتعليم والتمرين مش هتقدر تسيطر عليه وهو ابن عشرين سنة وهو ابن سبعتاشر سنة وهو ابن ثلاثين سنة والناس تشكي ما بيصليش ما بيعملش ما بيثويش ما كذا إذن تنشئة أولها أن ينشأ الطفل في بيت يعرفه معنى الحب وبيت سكن زي ما ربنا يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكن و لما نسأل بتوع اللغة يعني إيه جعله؟ يقوله سيّرة يعني إيه سيّرة؟ يعني البيت قبل الزواج ما كانش سكن لما تجوزت بقى سكن الطفل اللي هينشأ في بيت هو سكن هيكون معد إعداد سليم جدا أنه يواجه المجتمع ويكون إيجابي في المجتمع سيدنا ابن عباس يقول بيت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في نصف الليل فتوضأ من شن إربة معلقة وقام فصلى ركعتين فوقفت عن يساره فجذبني عن يمينه وصلى جذبت النبي عليه الصلاة والسلام من اليسار إلى اليمين لسيدنا ابن عباس ويصلي تعليم أمرها مطروح من ذهنه لما يقوله يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ده تعليم رفيق وكان سيدنا ابن عباس نفسه يقول كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية النمل الإبن اللي أنت طول النهار تديله تعليقات وتقوله اعمل وتقوله سوي مش هيستجيب ده على أيسر الأحوال لكن هو في المقابل يعند معك طيب فرد بينسى مثلا جميل الإنساء وهو يقول ما سمي الإنسان إنسانا إلا ننسيانه وهو الإنسان كلنا بننسى كبار وصغار لكن كيف سألوا محمد سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري قالوا له كيف تحفظ الحديث دي كلها حفظتها إزاي وبعدين تبص في الصفحة تحفظها وكذا قال إدمان ونظري في الكتب فاللي بينسى ندمن توجيهه بس ندمن توجيهه إزاي مره بالقول مره بالفعل مره بالتذكير ربنا سبحانه وتعالى يقول وذكر إن نفعت الزكرة وإن هنا بمعنى قد بالشرطية يعني مش لو نفعت الزكرة ذكر فذكر قد نفعت الزكرة يبقى التذكير المستمر والتذكير الدائم والتوجيه ما تقتضى الموقف إليه هم تمنى الحياة بيشوفوا الأب والأم بيبقوا إزاي هو فيه جزء تقليد نعم يعني لو السلوك قائم على الاستقامة صحيح يعني فهو خلاص هو بيطلع بنفس التنشئة بالضبط يجي دور القدوة هنا والقدوة العملية أكثر تأثيرا وفاعلية من القدوة بالكلام والكلام الحقيقة سهل لكل الناس لكن أنا لما أقول لإبني عمك بيتصل أقول له بابا مش موجود ما تجيش بعد كده تقول له لا الصدق وعليك بالصدق طبعا أنت لسه أقول لي ولذلك قالوا لا تنهى عن خلق وتأتي يا مثله عاغ عليك إذا فعلت عظيمه ما تقول ليش ما تعملش وأنت بتعمل إذن القدوة عند الأب وعند الأم في السلوك وفي العمل هي الأساس لأن ابني لما يشوفني بتحدث بصدق بقالين في القول وأدي الأمانة هو مش محتاج أن أقول له هو شايف النداء الطبيعي هو شايف النداء الأساسي اللي عندي ما عداه استثناء واستثناء باطل فبالتالي هو مش مقبل عليه هو له اللي قدامه في إحدى حتى وإحنا لازم نبقى مطلعين على ثقافات العالم في إحدى الروايات لتشارلز ديكنز وهو بيحكي عن شخصية جامدة جدا مدير مدرسة وبيعلمهم الصرامة وبيعلمهم كذا كان له تلميذ نجيب قوي وشرب منه كل حاجة فابن الراجل المدير ده في آخر الرواية المفروض أنهم يقبضوا عليه وياخدوه فمين اللي مسكوا عشان يقبضوا عليه ابن تلميذ ده فالمدير بيقول له ارحمه فبصره باستراب قال له أنت معلم تنيش الكلمة دي أنا ما أعرفش إيه ده لكن الصحابة لما يعودوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوجه وهو يعلم برفقه وهو يستأذن الصبي الصغير في أنه يديه الراجل الكبير اللي على شماله ما بقي من الماء الذي يشاربه والطفل الصغير ما يأذنش فالنبي يديله ده بيعلمني أني مش بس بوجه ده أنا بوجه وانا صادق هو النبي لما استأذن الطفل وقال له اللي على شمالي ده راجل كبير وانت اللي علمين فانت أولى ممكن تديره الولد قال لا لما قال لا النبي قال له تفضل يبقى إذن استئذانه كان حقيقيا كان صادقا الطفل ده لما ينشأ ينشأ على إيه؟ ده ينشأ بشخصية قوية جدا صحيح ده ينشأ زي سيدنا أسامة بن زيد وهو على رأس جيش كبير من ضمنه سيدنا عمر بن الخطاب وهو عام 16-17 سنة وكان ذلك في وفاته صلى الله عليه وسلم ده اللي دائما إفندي بنتكلم فيه بقى أنه هو أنت نشأت في بيت الأب بيصلي بيحافظ على صلاته بيحافظ على صيامه ما بيغتبش حد ما بيجدبش ما بيجيبش في سيرة الناس بيتعامل كويس مع جرانه طبيعي أن أولاده هتطلعوا زي؟ بالضبط وده يتحقق أكثر بما يراه الولد في أبيه وأمه من الصدق حتى بينهم وبين نفسهم لأنه أحيانا الإنسان بيضطر إلى أفعال وهو ضدها لكن الولد لما يلاقي أن يابوه بيعمل ده بحب أنه منتظر الصلاة ومتوضي قبلها أنه مهتم بوعد وعده الواحد أنه قال أنا هنجز عمل فيصهر الليل عشان يعمله ده ده مش واحد بيعمل كده بس لأنه أحيانا معاملتنا الصورية للأبناء أو حتى في الحب مفسدة لكل شيء عدم الصدق في الأفعال ورد الأفعال ده بيخلي الإنسان ينفر تماما أنا ابني لما يحس أن أنا بعمل كده بس عشان أقولك شوف إحنا بنعمل كذا لا هو لما يحس أن أنا معجون بهذا الخلق بما يحس أن أنا كل اللي في دماغي وفي عقلي وفي قلبي أنه إزاي أصلي أنه إزاي أرضي ربنا أنه ما أقولش كلام يغضب الله سبحانه وتعالى أنه أوفي الحقوق إلى أصحابها لازم هيطلع كده دكتور حازم إحنا عندنا التحدي المفروض علينا بالانفتاح الشديد الحقيقة للعصر إزاي مرونة تمرير السلوك السليم للأطفال بشكل أن الطفل أو الشاب ما يعنتش وفي نفس الوقت ما يحسش أن هو متمرد على وضع أنت عايز تحطه فيه صحيح هو إحنا أهم شيء في هذه النقطة أن إحنا ما نوصلش لمرحلة العند لأنه العند بيتولد إمتى لما يحصل الصدام فقبل الصدام أنا بشوف ابني إيه اللي بيميل لي إيه اللغة اللي تنفع معاه هل الولد ده عملي دماغه عملية وما يعني ما عندوش الحس الأدبي ولا بتاع كل شغله بإيده ولا هو ولد مرهف وشاعر مثلا فأجيله من الناحية دي ولا هو بيحب إيه أجيله من هذه الناحية الإنسان مداخل كل إنسان له مدخل إذا أتقن الأب والأم ودخلوا إلى الطفل من المدخل الذي يريد أو الذي يحب كان ذلك أكثر تأثيرا فيه وفي حياته هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوجه الصحابة ويوجه الصغار ويوجه الكبار كان يكلم كل واحد على قدر عقله ولذلك كان يسأل السؤال مرة هو نفس السؤال وإجاباته مختلفة يا رسول الله أي العمل أفضل الصلاة على وقته واحد تاني أي العمل أفضل بيروا الوالدين أي العمل أفضل جهاد في سبيل الله هو نفس السؤال بس اختلف الجواب بأن داه بالضبط التوقيت والفئة العمرية وما عليه حال اللي بيسأل فإبني أنا عارف أنه عينة دي مثلا أو دماغه نشفة ما وصلش نفسي إلى الاستضامة معاه ولكن الحديث بالرفق وبعدين فيه بعد مهم جدا وهو لأن التربية مش دايما طبطبة طيب ولا هي كسر وإنما أسيبه يتحمل نتيجة فعله مرة يعني أوافقه طبعا فيما يحتمل يعني حتى لو فيه خطأ ممكن يعمل حتى لو فيه خطأ صغير بس بحدود طبقه صغير طبعا بحدود طبعا بحدود فأسيبه يعمله عشان يتعلم لكن مش هسيبه نط من البلكونة لكن هيعمل حاجة مثلا هتوقع مش عارف إيه طب يا حبيب اللي أنت عايزه لما يعمل كذا طب قوم بقى نظفها ويعملها وسوي ويعمل أسيبه ويتحمل نتيجة أفعاله في الصغير هيعمل حساب ده في الحاجة الكبير ده التعامل مع الطفل العن تمام جدا زي ما حضرتك قلت دلوقتي نحن بنخاطب الأطفال أو بنخاطب كل فئة عمرية على قدر عقلها بعض الأطفال بيكون عندهم تساؤلات كتيرة جدا دينية ويحنا ككبار ما بقاش عارفين ردها في بعض الأوقات يعني أنا باجي أقوله اتبع تعليم الدين الإسلامي أقولهوش طبعا بالشكل ده بس باجي أصلي قدامه فهو بيصلي طب مين اللي قال الصلاة طب الصلاة تفرضت ازاي فدي حاجات إحنا عارفينها صد نتكلم فييجي يقول طب هو ربنا جي ازاي طب هو ربنا شايفنا ازاي طب هو ربنا شايف كل الناس دي في نفس الوقت ازاي طب ازاي الحسنات بتكتب الأسئلة دي أسئلة محرجة بالنسبة لنا غالبيتنا ما بيقاش عارب إجابة هذه الأسئلة نتعامل معها ازاي هو لما ابني يسألني في أسئلة أنا معرفهاش أولا عندي نقطتين هيتعلم اننا ما بقاش يعني بتكلم عن مال على بطار ويتعلم اننا بتثبت من الحاج الحاجة التانية اني قبل ما يسألني أحاول أعرف ما وانا بعرف لنفسي أولا قبل ما عرف له فالإنسان لما يثقف نفسه والنبي عصام وجه إلى هذا وانه الشيطان يدخل إلى الإنسان من مداخل ويقول له من خلقك من خلق أباك حتى يقول له من خلق الله فعند ذلك فليقف يبقى أنا عندي النبي عصام بيديني هذا المفتاح وبيقول ان ده هيحصل وان فيه أسئلة ربما لا يدركها العقل مهم جدا ان الابن ده يعرف وكلنا نعرف ان مقياس الحياة اللي احنا عايشينها يختلف تماما عن مقياس الآخرة ويختلف ميزان البشر عن ميزان الله تعالى في قاعدة عامة لما ابني يتربى عليها هتبقى الدنيا أسهل بكتير اللي هي ايه انه القانون اللي احنا ماشيين عليه في الدنيا وهو قانون الأسباب وان كل حاجة لازم لها سبب ونتيجة ده بتاعنا احنا ربنا قانون مختلف وانه انت لما يكون ولله البثل الأعلى عندك لعبة صغيرة امكانياتها مزي امكانيات قانونها مزي قانونك فالخلق اللي ربنا خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه طيب ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون خالقا أو من خلقه لا ده ملوش خالق لأن نظامه مختلف يبقى قاعدة عامة أفلت بيها باب كبير بعد آخر مهمة قوي أن أشغل الطفل فيما يفيد عما لا يفيد يعني أنا أشغله بالأمور اللي هو مهمة يعرفها بالصلاة بكيفية الصلاة بكيفية الصيام بالتدريب بالتعويد في كل شيء لما ينشغل العقل بشيء مهم مش هيشطح إلى جنبات أخرى للأسف احنا بقينا في وقت الطفل بيصحى الصبح لا عايز يفتر ولا عايز يشوف حد هو عايز يشوف التاب والآيباد مش كون ولا لا ولو مش حنهوش يومنا مش فايت وهكذا ليه؟ لأنه شايف أبو وأمه طول النهار مسكين الموبايل وشغالين الانتباه إلى هذا انتباه مهم قوي انه تأثيري في حياة ابني ازاي انا بتكلم معاه ولا ما بتكلمش احنا نفتقد إلى الحوار في الأسرة وفي تربية الأبناء وقاليات الإقناع الحقيقة بالضبط قاليات الإقناع والحوار نفسه انه ابني يسمعني يعني ان أنا أسمعه انه يحس ان فيه أب بيسمع علشان يوجه مش بيسمعه خلاص وان فيه أب صادق النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي واحدة بتنده لابنها تقول له تعالى صغير نختم بهذا الموقف جميل فالولد مش عايز يجي فقاله تعالى اعطك تعالى هديك حاجة حيلة فقالها فقدت له طامرتين فانبع الصلاة والسلام قال لها لو لم تعطيه لكتبت عليك الكذبة اذا الصدق مع الأبناء هو سبيل التربية السليمة احنا بنشكر حضرتك على هذا الحوار دكتور حازم مبروك البحث بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف شكرا شكرا جزيلا